قبل ما نطلع للهوى أن الموضوع ده مهم جداً أهميته بترجع لي يا دكتور نور؟ طيب بترجع لي إحنا لو إحنا أطلقنا لفظ ADHD اطراب فرطة الحركة والتشتت الانتباه وهو مصصح فهنبدأ هنعمل المشكلة للطفل لحد ما يوصل للمراقة وهو ما عندهش مشكلة عشان إحنا دايماً بناخدها وبننلفز عني إنت قلت الكلمة حلوى اطراب إحنا بنقول عليها مرض ومنحس لدي نهاية الكون وإذا لم يتم اكتشافها مبكراً واكتشفناها مؤخراً في المراقة وعدها هنقول نتكلم ليه؟ هتسبب المشكلة كثيرة جداً عشان إنت معالكتهاش من الأصل إحنا عندينا مشاكل مثلاً ابني زي ما أنت قلت شقي وهو صغير فأقول لها ده مهايبر أيها كلمة مهايبر دايماً ربطناها بADHD عشان أعرف أشخص ابني ADHD وهو اطراب وهو مش مشكلة كبيرة زي مع المتخيلين لازم مش قبل خمس سنين يكون دخل كي جي وان أو ست سنين إيه دا؟ طب قبل كده ما قدرش أقول هو عنده طاقة حركية لازم تطلع وهو صغير فهو مهايبر طيب ليه؟ عشان هي لازم تكون مصاحبة لها تشطط انتباه طيب ممكن تقول لي ما هو يا نور في المدرسة عند سنة خمس سنين أو ست سنين عنده تشطط انتباه أيها بس هو حنا لازم لمدة ستة شهور متواصلة بنشوف هل هو بيعمل كده في البيت؟ هل هو بيعمل كده في المدرسة؟ وفي النادي لازم يكون كل الأماكن المتردد عليها هو عنده تشطط انتباه؟ مش مركز؟ ما بيعرفش إيه أعمل حاجة واحدة؟ أو حاجات متعددة؟ ما هيبقى طول الوقت بعد عشان دي أبقى تركيزه سواء كان في الفصل سواء كان في البيت سواء كان في التمرين ده يعتبر تعريف لفرط الحركة أه طبعا ده تعريف تعريف لازم يكون مصاحب ليه تشطط انتباه مش هيبرة بس لا تشطط انتباه بناء عليه نقص تحصيد راسي عنده نقص في التركيز بشكل كبير مش قادي يركز في أكتر من حاجة في نفس التوقيت بينسى مشتت ما بيعرفش يكمل الحاجة لفترة طويلة لازم دايما يغير المخ بيعملها بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة بيبدأ يحصل إن الدم بيسد المصارات العصبية إيه هي المصارات العصبية؟ اللي بتحفظ واحد زائد واحد بسوي اتنين فالمصار العصبية ده فجأة بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة بتسد فحيك بلوك أنت مش قادر تستوعب فيه مع بعد وممكن يكون ابني بيعمل كده في المدرسة متعمد عشان هو محبش المدرسة عشان كده بنقول احنا لازم بعد 6 شهور متواصل من المرأبة يكون بيعمل كل كل اللي احنا نتكلم عليه المظاهر دي في كل الأماكن المتردد عليها بس أنا كأب أو أم أنا مش خبير ممكن معرفش أدي حكم سليم ما احنا بنامي لي بقى بنوديه في أي مكان يكون موصوخ فيه يعمل ستانفورد ستانفورد بقوله أنا شاكك اللي ابني عنده EDHD فبيسألني لمدة 45 دقيقة أسئلة فأنا بجاوب عليها فبناء على الإجابات دي أنا بطلع ابني هل هو شائي والزيادة هيبر اكتف والهايبر اكتف مع تشتت انتباه يوصل لEDHD 45 دقيقة كافية بالزبط ستانفورد بيسألك بقى ممكن يقع مني خلص يبقى دي حالة مرضية اه يعني هو بيسألني فهو احنا عالين واحد اتنين تلاتة أسأل كتير جدا في المظاهر يبيعملها في النادي حتى لو بيروحش نادي بيعملها في البيت اللي بيعملها عند ديتا اللي بيعملها في الفصل اللي بيعملها في كل حاجة أسلاز المظاهر دي في كل حاجة هو غصبا عنه بييفصل بيكون بلاك بعد 20 دقيقة فاحنا ساعتها بيبقى مثلا لو في الفصل فاحنا بنقوله إن لازم يقوم بيفتح تاني فهو قادر ريكوفري تاني اللي هو يسمع أي معلومة ده جزء من العلاج اه طبعا ده جزء مهم جدا أفصله بالزبط بس هو في حاجة هو احنا نعمل ده هو جزء زي ما انت قلت ما عليك هو مش على كله يعني انت سألتني سؤال لطيف جدا هو مولوش أسباب هاي كلها تخمينات بس في أمريكا لما تعاملت على 40 طفل في مرحلة الطفولة مبكرة والمتوسطة والمتأخرة منعوا حاجات قللت منها يبارا زي المادر حفظة الألوان الصناعية نسبة السكر نسبة الشكولاتة الكافين التقليل مشاهدة التلفزيون عشان خاطر المادة الموتينين بيأثر كتير جدا على تشتت الانتباه وفي حاجة اسمها تسامم الرصاص بتحصل لبعض الأطفال اللي في مناطق الصناعية فده احنا بنعالج العرض الأساسي هو تسامم الرصاص فبنلاقي الهايبر اكتف يروح تماما لو قللنا نسب لحاجات دي بنبدأ نلاقي هو بدأ يبهادي التشتت بدأ يقل نقص التركيز بدأ يقل بدأ ما يقعد مثلا 20 ديئة ممكن يقعد 30 ديئة بس ما زال المصارات العصبية في الموخ فيها مشكلة طيب هلأ؟